السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطيكم العافية طلابي وحبايبي أينما كنتم جيل 2005 اليوم بدايتنا والبداية انطلاقتنا في تأسيسنا لمادة الفيزياء كل شيء أنا بحتاجه وكل شيء أنا بستنى في هذا الموسم وفي هذا السنة لمادة الفيزياء حيكون بين أيديك إن شاء الله بدايتنا وانطلاقتنا ستكون مع التأسيس التأسيس اللي راح نبلش فيه إحنا من تحت الصفر زي ما حكينا في المقدمة لحد ما نوصل للمرتبة اللي أنا بدي إياها طب أستاذ من وقت عندك تأسسني أنا ما بعرف يعني أنا مش كثير اعتبرني أنا ما بعرف ولا إشي أنا هسا جاييك هذا المخ عملت له ديليت أقول لك كنترول وشفت وديليت إيش يعني كنترول وشفت وديليت بالحاسوب إني أنا فرقت لك المومر تمام أنا هذا اللي بدي إياه منك فرغ للمومر اللي عندك جوه مخك وعطيني هذا المخ سلمني إياه وعطيني إياه بإيدك وقول لي تفضل هاي مخي أنت عالج ليا زي ما بدك أبشر بقول لك من عيني هاي قبل هاي لأنه إحنا إن شاء الله هون اتفقنا إنه نكون إيد واحدة ونكون مع بعض حتى نوصل لبر الأمان لأنك أنت الآن صرت أمانة بين إيدي وأنا لازم أكون قدي الأمانة لأنه ربنا بقول الأمانة ما شالتها الجبال ما شالتها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والجبال فأبينا أن يحملناها وحملناها الإنسان وأشفقنا من حملها طبعا السماوات والجبال أشفقنا من حملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وبالتالي إحنا حملنا الأمانة إحنا حملنا الأمانة وربنا عارف إنه إحنا يعني لما نحمل أمانة خلاص بتاك تكون قدها وإحنا إن شاء الله قد الأمانة إنت إن شاء الله بين أيدي أمينة وإن شاء الله رح نوصل مع بعضنا بر الأمان زي ما اتفقنا أنا وإياك تمام؟ فإن شاء الله اليوم رح نبلش بالتأسيس في مادة التأسيس ارتقينا في هاي السنة أنا والأستاذ أحمد علي إنه يكون تأسيسنا مع بعض تأسيسنا مع بعض في دوسية دوسية مشتركة هاي الدوسية اجتمع فيها العلم مع الخبرة يعني لما يكون رأي أستاذ غير عن رأي أستاذين مع بعض اثنين مع بعض بيكون رأيهم أفضل وأحسن إنه هاي لازم تيجي قبل هاي وهاي قبل هاي وتتطور مع الطالب حتى يوصل إلى بر الأمان فشغل عظيم وهمة عظيمة بستنى مننا أيضا شغل عظيم بعد كل حصة التأسيس رح يكون فيه امتحان هذا الامتحان حيكون محوسب حينزلك رابط بي دي أف بتتحضر الحصة وبتحضر الفيديو وبتبعت لنا الإجابة تبعت لنا إياها على جروب التواصل التواصل رح يكون معنا يا جماعة على هذا الرقم رقم الفيس الواتس أب 0796141235 هذا هو الوسيط التواصل الأولى بيني وبينك حتى تفوت على الجروبات بعدين بنحكي على الجروب ليش فيزياء التوجيهي في جروب على الفيسبوك اسمه فيزياء التوجيهي الأستاذ مراد الغرابلي فبنفوت وبنعمل انضمام حتى ننزل كل أوراق العمل حتى ينزل تلخيصنا أنت أنت لما تكتب بإيدك وتلخص نزل هذا التلخيص على الجروب حتى الكل يستفيد وحتى نتنوع ونشوف أفكار من هون ونشوف أفكار من هون ونوصل لبر الأمان فبالتالي إن شاء الله رح نبدأ فيه انطلاقتنا بالتأسيس من تحت الصفر رح نبدأ من تحت تحت حتى نوصل لوين لبر الأمان فالآن رح نستعرض اللي هو دوسية التأسيس تبعتنا ونبلش فيها بإذن الله تعالى قل يا رب وبلش صح عشان توصل إلى بر الأمان صح خلينا نبلش في بداية التأسيس لازم أول إشي يكون إنا قاعدة نمشي عليها أي شيء بدون أساس بدون تخطيط يا جماعي هو مشروع فاشل لما ييجي الأنسان بده يخطط لبيت وبده يسوي لبيت لازم يجهز ويسوي حتى إنه يبني بيت ويكون أموره ممتازة فبروح عند مهندس برسم له تخطيط بقول له لازم تسوي هيك وتعمل هيك حتى إنك أنت توصل لبر الأمان وإنت الآن إن شاء الله لازم تخطط في حياتك وتوصل إلى بر الأمان بالتأسيس وبالتخطيط لحدنا إنه نوصل للعلامة اللي إحنا بنطمح فيها فبالبداية إن شاء الله رح نحكي عن مواضيعنا اللي رح نأسس فيها شو هي المواضيع اللي إحنا بنحتاج تأسيس فيها إحنا طبعا الآن بلشنا الآن فيه تأسيس رياضي هنبلش في هذا التأسيس التأسيس الرياضي بعدين هنحكي عن قوانين مساحات مساحة مربع مساحة مستطيل مساحة متلت إلى آخر الأشياء اللي بتلزمني كبداية حجوم مثلا حجم الإصطوانة حجم المكعب حجم توازن مستطيلات التعامل مع الأشكال الهندسية اللي هم المثلثات المربعات إنه الزوايا قائمة الزوايا مش قائمة حنحكي عنهم وكيف أتعامل مع الزوايا الجيب الجتاء الساين والكوساين ساين كوساين تان هم هدول اللي رح نحكي عنهم الاقترانات الاقتران الثابت الاقتران الخطي الاقتران التربيعي كلهم رح نحكي عنهم التناسبات والرسم البياني يعني المجيني رسمه بالامتحان يقول لي هاي رسمة طردية هاي عكسية مثلا مع مقلوبها راح نحكي عنه كل يتوب التفصيل لهون ان شاء الله هذا كله تأسيس رياضي يعني رياضيات بعدين بروح على أهم الأمور الفيزيائية رموز فيزيائية يعني مثلا لما يجي حكي لي مثلا حرف الفي هو يدل على رمز ايش مثلا هو يدل على رمز فيلوسيتي رمز اكسيلباشن اي مثلا خلني حكي التيار اللي هو الاي كل هاي الأمور راح نحكي عنها بالتفصيل وحدات القياس كثير طلاب الآن بقول لك وحدة القياس مش مهمة بالعكس أستاذ هاي اشي كثير مهم نازم تحكي عنه ايضا ايش بالتفصيل بعدين روح نروح على البادئات مايكرو النانو بيكو الى اخرين وتحويلات هامة التحويلات هاي زي مثلا احول من سنتيمتر ل متر من سنتيمتر مربع ل متر مربع الى اخرين الازاحة والمسافة شو الفرق بيناتهم الكتلة والوزن شو الفرق بيناتهم كميات الفيزيائية كميات قياسية كميات متجهة هذا بده مقدار هذا بس مقدار واتجاه الى اخرين كيف اتعامل مع المتجهات اجمعهم اطرحهم اضربهم اطلع محصلة ومعادلات الحركة والحركة الدائرية هذول كلهم ايضا مهمين موضوع الاتزان اللي هو روح يكون منطلق وبداية مادتنا مادة التوجيه اللي هي رح تحكي عن الزخم الخطي والتصادمات وعزم القوة والشغل والطاقة اللي هو الورك اند انيرجي كلهم هذول اشياء مهمة لازم نخش فيهم بالتفصيل فالآن رح نبدأ في اول اشي بالاولويات يا جماعة رح نبدأ في الاولويات نروح الآن اول اشي في تأسيسنا على الاولويات والعمليات الحسابية في الاولويات والعمليات الحسابية جماعة كلنا بنعرف انه دائما لازم نبلش اللي بين اقواس بعدين بنروح للضرب والقسمة بعدين بنروح للجمع والطرح فاذن الاولوية الاولى الاقواس قسمة وضرب بعدين جمع وايش وجمع وطرح فهي الاولويات اللي احنا حتظناهم او حكينا عنهم بقولي بالسؤال جد ناتج العمليات التالية عندي هون ثلاثة ضرب اربعة ناقص ستة ثلاثة ضرب اربعة ناقص ستة هسنا من لدي ابلش فيها الاولوية زي ما حكينا اقواس طب ما في اقواس استاذ خلاص بخش على الاولوية اللي بعدها اللي هي الضرب والقسمة بقول اه ثلاثة ضرب اربعة اتناعش طيب ناقص ستة بتنزل حسنا بصير اتناعش ناقص ستة حسنا بشو بدي يسوي بقول اتناعش اه استنى هاي عشرة وبدو كمان اثنين بحط اثنين من اصابع اجرية بدي اطرح منهم ستة بروح اثنين اللي تحت بروح كمان اربعة اه بضل ستة جد هيك العمليات الحسابية سهلة بدك نفكر اكتر موجب ستة فروح بدور على الخيار اللي هو رح يكون عندي جين ثمانية ناقص ستة ضرب اتنين زائد واحد هسا ثمانية ناقص ستة ضرب اتنين زائد واحد الاولوية زي ما حكينا للضرب بحكي ثمانية بنزلها زي ما هي ناقص ستة ضرب اتنين اللي هي اتناعش زائد واحد خلاص الان هسا في تكافؤ اولويات انه كلها صارت يجمع او طرح فعادي ما في مشكلة ممكن احكي سالب اتناعش زائد واحد ممكن أحكي 8 ناقص 12 8 ناقص 12 سالب 4 زيد عليهم 1 سالب 4 سالب 3 إذن جواب سالب 3 طيب هاي فيها خطأ أنا عدلتها سالب 3 ضرب 4 زائد 6 هبأحكي الآن سالب 3 ضرب 4 سالب 12 زائد 6 شو يبدو يساوي سالب 6 حلو إذن جواب سالب 6 تمام إذن هاي أول إشي إلى الأولويات أنا رح أعزز لك إياهم أنا شوية بعد ما نخلص التأسيس في الجزء الأول بعدين بكمل لك اللي أنا بدي إياه حتى أنت توصل له وتفهمه 100% فهذه أول أولوية الأولوية الثانية أو الأشي الثانية اللي نحكي عنه اللي هو العمليات الحسابية على الكسور يا جماعة كثير في طلاب بتغلب بالكسور يعني رح يجينا في الأسئلة فيها كسور طب الصلاب كيف تتخلص من الكسور عندنا القواعد قواعد الكسور يا جماعة إنه بالجمع والطرح إذا كان في عندي جمع أو طرح لازم المقامات إذا كانت المقامات غير موحدة إنه نعمل على توحيدها يعني لازم أول إشي بالجمع والطرح أوحد المقامات في الضرب والقسمة لا يوجد توحيد في الضرب والقسمة لا يوجد توحيد مقامات ما في مقامات بالضرب والقسمة خلينا نبلش بالجمع والطرح فعندي 3 على 4 زائد 2 على 3 أول شي بنظر لهش المقامات فبقول له إذا المقامات موحدة أنا أوكي أمور تمام أنا في السليم أوكي هسا باجي بحكي 3 زائد 2 خمسة والمقامات 4 مش 4 زائد 4 ثمانية يعدمني إياك يا رب إذا بتسويها دير بالك أستاذ حبيبي الله يرضى عليك بتنزل زمهية فتنزل خمسة على أربعة هسا في الامتحان إذا غلطت وحطيت أربعة زائد أربعة ثمانية بتلاقي الجواب هاي خمسة على ثمانية بتلاقيه غلط فدير بالك إذا خمسة على أربعة ومش أربعة على خمسة خمسة على أربعة طيب نيجع اللي بعدها في اللي بعدها هون إيش بحكيلي بقول لي 3 على 5 ناقص 2 على 3 أه بقول له أول شي المقامات مش موحدة معناها لازم أوحد المقامات طيب شو يعوه علمونا وإحنا صغار قالوا لنا بتضرب الرقم الأول بالثاني والثاني بالأول أو بتأخذ إيش العامل المشترك الأكبر أو المضاعف المشترك الأكبر هاي الشلة الهاملة اللي بلناش فيها إحنا هسا شو بقول له بقول له بضرب هاي طلع نضرب هون فيه ثلاث وهون بثلاث وهون بنضرب بخمسة وهون بخمسة عشان يصير المقام يقول له قديش كله يساوي المقام خمسةاش اللي ثلاثة ضرب خمسة خمسةاش بعدين بصير عندي ثلاث ضرب ثلاث تسعة تسعة ناقص عشرة تسعة ناقص عشرة آه إذن جواب سالب واحد على قديش على خمسةاش فيه سالب واحدة خمسةاش آه هيا سالب واحدة على خمسةاش تمام ممتاز نكمل نيجي هون هسا اخلصنا من الجمع والطرح نجعل الضرب والقسمة بالضرب والقسمة يا جماعة ما فيه توحيد مقامات ما فيه توحيد مقامات خلص عادي أبرض البصد بالبصد والمقام بالمقام إذا فيه اختصارات بنحاول ندور على الاختصارات طب كيف يعني اختصارات يا أستاذ يعني مثلا هسا أربع وأربع فيه بناتهم اختصار يعني بدل ما أنا أروح أسوي أحكي الحل الأول طلع لو أنا بدي أحلها زيك حل بداي هيك مثلا بحل حل بداي بقول أربع ضرب ثلاثة اتناش على أربع ضرب خمسة عشرين فبطلع الجواب اتناشة عالعشرين تطلع على الخيارات ما فيه اتناشة عالعشرين فشو بدك تسودك تضطر تبصتها بتقول آه هاي تقسيم اتنين اللي هي ستة وهاي تقسيم اتنين اللي هي عشرة وهاي تقسيم اتنين اللي هي ثلاث وهاي تقسيم اتنين اللي هي قديش خمسة إذا جواب ثلاثة على خمسة هيك أبسط صورة اه فيه ثلاثة على خمسة هيو اوكي طيب شو رأيك لو سوينا حركة اسهل شوية لو سويت انت هيك يا استاد لو انت اختصرت هاي هيك لو جيت قلت لي أربعة مع أربعة بتروح فبالسل عندك واحد ضرب ثلاثة ثلاثة على خمسة خلص ثلاثة على خمسة إذن جواب أسهل شبت كيف أسهل إذن إذا فيه اختصارات بنحاول إيش نسوي إنه نختصر أيوة اختصر وجيبه من الآخر هسه بالضرب على السريع ضرب مباشر بالضرب ضرب مباشر طب هسه شو بضل علينا القسمة القسمة طلع شو بنساوي بالقسمة بناخد الحد الأول زي ما هو الحد الأول زي ما هو يعني إيش الحد الأول ثمانية على سبعة بقول له هاي ثمانية على سبعة ثمانية على مين على سبعة تقسيم الآن الحد الأول حطينها زي ما هو هاي القسمة القسمة تتحول إلى ضرب القسمة شو تتحول إلى ضرب إذن هذا كما هو هاي اكتبها بالتلخيص لما تنزل التلخيص على الفيس ونتنزل على جروب اكتبها هذا بنزل كما هو تمام هلا هون بناخد إيش المقلوب إذن أول شي بالقسمة الحد الأول بنزل زي ما هو الحد الأول بنزل زي ما هو القسمة تتحول إلى ضرب بعدين بنقلب البسط مع المقام فهذا 3 على 4 شو بصير عندي 4 على 3 بتطلع فيه اختصارات بقول لا الأربعة بتختصرش مع السبعة والثمانية ما بتختصر مع الثلاث خلص أضرب عادي ثمانية ضرب أربعة اثنين وثلاثين تقسيم سبعة ضرب ثلاث واحد وعشرين إذن جواب اثنين وثلاثين على واحد وعشرين آه والله حدو هاي فيه خيار اثنين وثلاثين على واحد وعشرين طلع زي كأنك تأخذ نشوة الانتصار لما تلاقي الجواب بيسعدينك بتقوله موجود الجواب كده خليكم كده إذن أول إشي تعرفنا على الأولويات ثاني إشي الآن تعرفنا على العملية الحسابية على الكسور أوكي أوكي هسنينجي على رقم ثلاث رقم ثلاث اللي هو إعادة كتابة العدد بالصورة ايش بالصورة العشرية إعادة كتابة العدد بالصورة العشرية إلى أسس يعني عدد عشري كسور بدأتخلص منه وسوهم على شكل أسس اللي هي بسموها الصورة الصورة العلمية العلمية للعدد الصورة العلمية للعدد تمام؟ فإذا أول إشي تعرفنا على الأولويات بعدين جمعوا طرح الكسور وضربها هسا العمليات الحسابية اللي هي الأسس هس تطلع يا جماعة الآن لو أنا بدأ أكتب العدد بالصورة العلمية شو يعني بالصورة العلمية؟ الصورة العلمية للعدد إنه هون في عندي عدد مضروب في عشرة وهون في عندي أس هاي معنى الصورة العلمية يعني زي ما أنا أحكي مثلا 2 ضرب 10 قوة 3 5 ضرب 10 قوة سالب 5 هذه اسم الصورة العلمية للعدد تمام؟ تمام حسنا جد ناتج العمليات التالية 0.02% يعني هاي 2% طب أستاذ 2% أنا بكتر أكتبها هيك طلع طلع ركز معاي 2 على 100 صح؟ هاي عبارة عن 2 على 100 طب أليس المية هي عبارة عن 10 ضرب 10؟ يعني هي عشرتين 10 ضرب 10 عشرتين يعني 10 قصة 2 صح؟ صح إذن كمان مرة 2 على 100 أو 2 بالمية هي 2 على 100 المية اللي هي 10 قصة 2 هسا بس تطلع فوق بتغير الأس بنعكس يعني هاي كتبتها 2 ضرب 10 قوة سالب 2 إذن كمان مرة العدد 2 بالمية بصير 2 على 100 المية عبارة عن 10 قصة 2 برفعها لفوق بصير سالب 2 إذن 2 ضرب 10 قوة سالب 2 طب أستاذ كل سؤال ما نضمن سوي هيك؟ لا خلينا ننخي الطريقة أسرع وأسهل كيف؟ طلع باجع على هذا العدد كم منزل عندي؟ 1 2 3 إذن عندي 3 منازل صح؟ إذن هو عبارة عن 48 بالألف بأخذ العدد لحاله 48 4 8 ضرب 10 كم منزل عندي؟ 1 2 3 إذن بقول له سالب 3 لو كان عندي 4 منازل بقول له سالب 4 عندي منزل 1 بقول له سالب 1 إذن جواب هون 48 في 10 قوة سالب 3 48 في 10 قوة سالب 3 حلو ممتاز رائع طيب هسه لو كان لو كان عندي زي هيك طلع عندي أجتني مسألة فيها ضرب عددين أو قسمة عددين هنأخذ التوضيح بالأول بعدين نروح على قواعد الأسس يعني نرح وضيح لك لهون بس إنه كيف هذا العدد كتبته؟ هذا العدد كيف كتبته عندي هون إيش؟ 5 بالمية يعني هاي اتفقنا أنا وإياك 5 كم منزل عندي؟ عندي منزل 2 إذن بقول له سالب 2 طيب ضرب هاي كم منزل عندي؟ 35 وعندي منزلتين إذن بقول له كمان سالب 2 تمام؟ إذن هاي 35 و30 ضرب عشرة قوة سالب إيش؟ سالب 2 تمام؟ تمام فبعدين منيجي على الناتج كيف طلعت هذا الناتج بعدين منيحكي عنه خلينا نيجي هون كمان زي هاي هاي هون أنا كتب لك إياها عندك فاصلة 0 13 بالمية إذن هاي عبارة عن 13 13 كم منزل عندي؟ عندي منزلتين سالب 2 طيب هون كم منزل عندي؟ 1 2 2 إذن كمان برضه 2 14 قوة سالب 2 فبدي يصير عندي الجواب رح نحكي عنه كمان شوية هذا رح نأخذه في العمليات الحسابية اللي هي القواعد الأسس اللي هي قواعد إيش؟ قواعد الأسس خلينا نتركهم شوية هذه العمليات ونحكي عن قواعد الأسس بعدين منحكي عن الضرب رح أعزز رح أعزز اللي هو كتابة الأسس خلينا أعزز لك إياها شوية خلينا نعززها طلع علي هون خلينا نيجي هون هاي تعزيز لو أجاني حكالي جد ناتج ما يلي أو أكتب أكتب العدد التالي بالصورة العلمية مثلا حكالي خلني حكي 2000 بلاش كله فواصل خلني أخذ أعداد صحيحة فسا 2000 كيف نكتبها؟ طلع باجي بحكي 2000 هي عبارة عن 2 ضرب 10 ضرب 10 ضرب 10 إذن كم 10 عندي؟ ثلاث عشرات يعني عشرة وعشرة وعشرة آه ثلاث عشرات يعني عشرة وثلاث إذن هي عبارة عن 2 ضرب 10 قوة ثلاث طيب مثلا 5000 أو 50 ألف بقولنا 50 ألف هي عبارة عن 5 وعشرة أربع مرات لأنه أربع صفار عشرة وعشرة وعشرة وكمان عشرة فصاروا عبارة عن 5 ضرب عشرة قوة موجب أربعة طب سألنا نظن نحن كل سؤال نسوي هيك؟ أكيد لا شو بنسوي؟ طلع بعد عدد الاصفار وبحط مدانهم أسس يعني مثلا لو كان عندي 56 وغن صفر صفرين ثلاثة أربعة خمسة فأقول له هذا عبارة عن 56 ضرب عشرة قوة يلا حكيلي أنت كم منزلة؟ كم صفر؟ واحد ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة إلا الأس خمسة إلا دائما الأس الموجب الأس الموجب هو أصفار الأس السالب هو فواصل الأس السالب شو بكون؟ فواصل فهذا أصفار هاي كمان وحدة مثلا ثمانية صفر 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 بقول له هذا عبارة عن ثمانية ضرب عشرة كم صفر عندي؟ ست أصفار فهذا هو تعزيز لإيش؟ للأرقام لما تكون بالصورة مين؟ بالصورة العلمية تمام؟ تمام نرجع لموضوعنا نرجع هون هسا رح نحكي أنه مثلا قبل قبل من حل الأسس بدنا نروح نحكي عن حل المعادلة الخطية يعني أحيانا بيجيني عندي معادلات بدأ أحل هاي المعادلة كيف بدأ أحل هاي المعادلة يا أستاذ؟ طلع عليك بدأ نحل هاي المعادلة الآن جد مقدار X في كل من المعادلات التالية يعني إحنا بدنا نخلي بس X لحالها طبعا قيمة X دائما إحنا بنأخذ عكس العملية اللي هون يعني هون عندي مثلا 3X زائد 2 يساوي 5 هلا هون أنا بدأ أخلي X لحالها فبدأتخلص من كل إشي معها بدأتخلص من إشي وكل إشي معها لما يكون في عندي عملية جمع بختار الإش الآن بختار العكس يعني كأني بقول له ناقص 2 من هون ناقص 2 من هون بتقول لي أوكي هاي مع هاي بتروح فبصير عندي 3X تساوي إيش 5 ناقص 2 بتقول لي 3 بتقول لي قسم على 3 قسم على 3 لأنه عكس الضرب الآن قسمة فبتطلع قيمة X تساوي 1 في ضمن الخيارات 1 آه في هاي أوكي طيب نيجي هون 2X ناقص 4 زائد 6X طيب إذا كان في حدود متشابهة شو بنسوي أول شي بنجمعهم يعني بنجمع الأشياء اللي بتشبه بعض طيب شو هم 2X و 6X 2X و 6X 8X 8X ناقص 4 يساوي 4 هيا هاي نزلتها زي ما هي وهاي نزلتها زي ما هي هلا هون بدي أتخلص من مين أتخلص من الأربعة بقول زائد أربعة زائد أربعة فأربعة مع أربعة بتروح بظل عندك 8X 8X تساوي 8 عكس الضرب الآن قسمة فبطلع عندي إيش 8 مع 8 بتروح بظل عندي X تساوي 1 إذن برضو كمان X تساوي تساوي كمان 1 حلو ممتاز نكمل هون هسه شو عندي 3X تساوي 2X زائد أربعة برضو نفسي أول شي تجميع اللي فيهم Xات مع اللي فيهم Xات يعني المجهيل مع المجهيل والأعداد في طرف هسه هون برحل هاي هون وبعكس الإشارة فنغير اللون عشان نكتب بلون ثاني أزرق فبصير عندي 3X ناقص 2X X صح؟ 3X ناقص 2X X شو تساوي أربعة خلاص هي X شو تساوي أربعة تمام؟ إذن هون كيف إحنا بنحل العمليات الحسابية إذن لحد الآن تعلمنا جمعوا طرح أولويات يعني بعدين قسموا ضرب الكسور بعدين تعلمنا اللي هو الكتابة العدد بالصورة العلمية بعدين تعلمنا كيف نتخلص من الأكس أو نحل المعادلة اللي فيها الخطية اللي فيها الأكس طب ستا في معادلة تربعية وفي معادلة تكعبية وفي 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 لا 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 إحنا بالفيزياء بساطة يعني مش ضرورة نتعمق زي رياضيات كثير على هذا على هذا نيجي الآن على قواعد الأسس خمسة وهو آخر موضوع رح يكون فيه جزئنا الأول اللي هو قواعد الأسس كيف أنا أطلع أو كيف أنا أحسب الأسس الآن قواعد الأسس يا جماعة إحنا بنعرف أنه في الضرب في الضرب تجمع الأسس بشرط S بشرط تساوي الأسس حسنا لما أقول أنا عشرة وغون ستة هاي 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 يسمى أساس وهذا شو يسمى أس إذن هذا أساس وهذا شو يسمى أس فالقائد بتقول أنه في الضرب تجمع الأسس في الضرب تجمع أيش الأسس بشرط تساوي مين بشرط تساوي الأساس بشرط تساوي مين بشرط تساوي الأساس فبقول أنا الآن طلع الأسسات هاي 10 وهون 10 فالآن 7 ضرب 3 قلت ديش 7 ضرب 3 21 الضرب الآن في الأسس سالب 3 وسالب 4 سالب 7 إذن 10 قوة سالب 7 إذن إحنا في الضرب تجمع الأسس أول شي ضربت الأعداد بشكل طبيعي ضربت هذا العدد وهذا العدد فصار عندي 7 ضرب 3 و 21 وفي الضرب تجمع الأسس هون بصير عندي جمع سالب 3 زائد سالب 4 سالب 7 طيب كمان 1 هسه 5 ضرب 10 قوة سالب 3 ضرب سالب 2 في 10 قوة سالب 1 نضرب الأعداد 5 ضرب سالب 2 بقوله سالب 10 الضرب الآن بالأسس سالب 3 زائد سالب 1 اللي هو 10 قوة سالب 4 إذن سالب 10 ضرب 10 قوة سالب 4 حلو هاي الجواب جيم إذن أول قاعدة إنه في الضرب تجمع الأسس بشرف تساوي مين؟ تساوي الأساس أوكي هاي كمان واحدة 6 عندي 6 ضرب 10 قوة موجب 1 و2 في 10 قوة سالب 5 نضرب الأعداد 6 في 2 12 وعندي 10 قوة 1 و10 قوة سالب 5 10 قوة سالب 4 في عندي 12 في 10 قوة سالب 4 آه هاي 12 في 10 قوة سالب 4 تمام ممتاز هذا بالنسبة للجزء اللي هون نيجي نشوف اللي بعده هسا نيجي ناخد في القسمة في القسمة تطرح الأسس في القسمة شو بنسوي؟ تطرح الأسس كمان بشرط إيش؟ بشرط تساوي الأساس يعني 10 عشرة فعندي أنا 12 ضرب 10 قوة سالب 4 12 ضرب 10 قوة سالب 4 تقسيم 2 ضرب 10 قوة سالب 3 خب شو أسوي فيها أستاذ؟ بقول لك 12 تقسيم 2 كديش؟ 6 إذا نجواب 6 ضرب 10 قوة إيش؟ هسا بطرح سالب 4 سالب 4 ناقص ناقص 3 شو بتصير هاي زائد؟ إذا شو بتصير الجواب؟ سالب 4 زائد 3 أستنى سالب 4 زائد 3 كبير مع صغير يعدمني إياك بسرعة سالب 1 إذا 6 في 10 قوة سالب 1 إذا شو بيكون الجواب عندي؟ الجواب بيكون عندي با طيب كمان واحدة 18 في 10 قوة 4 نكتبه هون 18 ضرب 10 قوة موجب 4 تقسيم 2 ضرب 10 قوة سالب 4 بقوله 18 تقسيم 2 9 ضرب 10 4 ناقص ناقص 4 4 ناقص ناقص 40 زائد 4 يعني ضرب 10 قوة موجب 8 إذا جواب 9 في 10 قوة موجب 8 صح؟ تمام؟ أوكي كمان واحدة ينجي هون عندي 9 ضرب 10 قوة سالب 2 9 ضرب 10 قوة سالب 2 هاي 9 ضرب 10 قوة سالب 2 تقسيم 18 ضرب 10 قوة موجب 4 بقوله 9 تقسيم 18 نص ضرب 10 قوة الآن سالب 2 ناقص 4 سالب 2 ناقص 4 يعني سالب 6 هسا طلع هون فيش في الخيارات نص؟ هاي النص إليه 5 بالعشرة ضرب 10 قوة سالب 6 هسا هون زي ما حكينا قبل شوي هاي معناها 5 ضرب 10 قوة سالب 1 لأنه في منزلة واحدة ضرب 10 قوة سالب 6 فصارت عبارة عن 5 ضرب 10 قوة سالب 7 في ضمن الخيارات 15 قوة سالب 7 آه في حلو ممتاز نجعل لي بعدها 3 ضرب 10 قوة 4 تقسيم 6 في 10 قوة سالب 4 هسا هنا حلها مباشرة هاي بيطلع جوابها نص ضرب 10 قوة 4 ناقص ناقص 4 بيسر عندي موجب 8 يعني نص في 10 قوة 8 يعني هيطلع الجواب 5 في 10 قوة 7 5 في 10 قوة 7 عدل الأس هذا عندك 5 في 10 قوة 7 لأن هاي الجواب 5 في 10 قوة 7 تمام طيب هاي بالنسبة لمين للضرب والقسمة هسا نيجي على الجمع والطرح الجمع والطرح بدك تكون دقيق شوي في الجمع والطرح يجب تساوي الأساس والأس يجب تساوي الأساس مع مين مع الأس يعني لما أقول مثلا 10 قوة 5 لازم يكون هنا 10 قوة 5 10 قوة 4 10 قوة 4 لازم خلينا نشوف طلع هون الآن في الجمع والطرح يجب تساوي الأساس مع الأس فبقول لك 6 ضرب 10 قوة سالب 4 هيا سالب 4 وهون 2 في 10 قوة سالب 4 نفس الإشي ف6 زائد 2 مش ضرب هسا 6 زائد 6 زائد 2 ثمانية وهاي بنأخذ واحدة منهم بننزل واحدة منهم سالب 4 حتى تطلع الجواب 8 في 10 قوة سالب 4 8 في 10 قوة سالب 4 هيا داني طب كمان واحدة سالب 12 في 10 قوة سالب 3 وهون 2 في 10 قوة سالب 3 واقول له سالب 12 زائد 2 سالب عشرة في عشرة قوة سالب ثلاثة سالب عشرة في عشرة قوة سالب إيش؟ سالب ثلاثة كمان واحدة اللي هو سبتعش طلع الآن أجتني هاي هاي الأسس شو فيها مختلفة واحدة فيها سالب ثلاثة وواحدة فيها سالب أربعة تمام؟ طب شو بدي أسوف هيك يا أستاذ في هاي الحالة؟ هلا إحنا نتبع قاعدة في اسمها كبر زغر كبر إيش؟ زغر هسا كبر زغر طلع هذا سالب أربعة إذا أنا بدي أزغره بكبر العدد بدي أزغره بكبر العدد كيف يعني يا أستاذ؟ يعني هسا بدأ خلي هاي سالب أربعة بأخذ منها صفر كإني أنا أخذت منها صفر بقولها عشرة عطينا صفر من عندك ونحطه للمئة وستين للسبتعش بتصير هاي مئة وستين ضرب عشرة قوة سالب أربعة طلع شو سويت؟ أخذت منها صفر حطيته هون صارت مئة وستين وهاي كبرت العدد زغرت الأس كبر زغر كبر زغر وهي تنزل زي ما هي؟ ناقص ستة في عشرة قوة سالب أربعة فشو صار عندك الجواب؟ مئة وستين ناقص ستة مئة واربعة وخمسين في عشرة قوة سالب أربعة تمام؟ طيب هسا هون ستة في عشرة قوة أربعة وعشرين في عشرة قوة ثلاثة آه برضو الأسس مختلفة بدنا نتبع برضو قاعدة كبر زغر أو زغر كبر بالعكس ما في مشكلة هسا هاي عندها أربع صفار نقول لها شو رأيك تعطينا واحد من عندك ونحطه لها بالسلس ستين ضرب عشرة قوة موجب ثلاثة ناقص عشرين ضرب عشرة قوة موجب ثلاثة تمام؟ لأن هاي نزلت زي ما هي وهاي أنا كبرت زغرت طلع بالأس السالب نمشي بالعكس هون بدك تكبر هاد بتزغر هاد السالب أربعة أصغر من السالب ثلاثة لأن إشارة سالبة ستين ناقص عشرين اللي هي أربعين في عشرة قوة موجب ثلاثة واللي هي نفسها نفسها اللي هي أربعة ضرب عشرة قوة موجب أربعة برضو رجعت كبرت زغرت لأنه هون فيش بالخيارات أربعين ففي ايش عندي أربعة هالجواب روح يكون عندي دات هاي كبين نكون انتهينا حبايب من هذا الجزء الأول اللي إحنا إن شاء الله رح نكون متمكنين منه الجزء الأول عمليات أولويات كسور جمع وطرح الاستخراج حل المعادلة بعدين قواعد الأسس وكتابة العدد بالصورة العلمية حصة أولى حصة دسمة لازم تكون بكفاءة عالية وجودة عالية بظل علينا سنحل الواجبات والله أعطيكم ألف عافية دعيكم بالحب والإحترام كل التوفيق